السلام عليكم في قناة وصفات بيوغ سوف نقوم بعمل معكم ديبتي فوق هايليين وناجحين وأصر النجاحهم والسر اللي يخليهم يحافظوا على شكلتهم مالغرين دلهم الخميرة ويتفتوا وحدهم وناجحين مليار بالمئة طبعا طبعوا الفيديو الاخير ورحين تنجحوا فيهم يوالموا كل المناسبات والأفرح بسم الله هنا كان عندي ميتون وخمسين قرام مالغرين بدرجة حرارة الغرفة مع كاس ٢٢٠ مليلتر نقص سكر غلاسي خلطهم حتى ولل خليط شوية أبيض اللون ضفت عليها بيضة بدرجة حرارة الغرفة وضفت عليها عفوا لفانيليكيد ولا بودرة خلط ثاني حتى تحصلت على خليط كريمي عاود تضفت له ملعقتين أكل معمرين مليح مايزينة حتى تحصلت على هاذ القوان كريمي فريمون تقولوا كريمة الزبتة غربلت الفارينة التي بديت نضيف غير بالعقل ونحرك بالاسباتيول ونضيف مقدار خمسة جرام خميرة الحلويات يعني ملعقت قهوة صغيرة ونخلط طبعا بالاسباتيول السر اللي يخليهم أهشاش بزاف والبناء ما نحكوش قد خلطوا بالباتورتاكم مدة طويلة تتحصلوا على خليط كريمي في هذه المرحلة تتأكدوا أنه اللي بتي فورتاكم عفوا راحين يخرجونه والقاوام نضيف بعد ما تبدأ تتلم معي العجينة نستعمل يد التاعي ما تكون لاصقة مليح ما تكون يبسة بين وبين وتغطوها بكيس بلاستيكي هنايا نوجد الصينية لتدخل الفرن على مية وثمانين درجة راح نبدأ نشكل طبعا بلادوي شكلت هنايا وكانت عندي لدوي رقيقة جربت هذو فوج ما عجبني شي شكلتاهم عاوج جبت لدوي اللي كانت كبيرة من اللولا اللي جربتها طبعا انتم ماء ولادوي بتاعكم دوقن وريلكم كيفاش كنت نشكل طريقة فقط طريقة سهلة جدا الطعب الزغير بصبحتكم وتعودوا تسجموا الشكل بيدكم هذا ما كان سهلة ما تغبنكم ما تعييكم مقادير بسيطة ومقادير مضبوطة وناجحة طبعا ولادي مش بعوش منها ما شاء الله اعتذر فقط حطت لي الاموجي طبعا كان واجهي باين هنايا عليكم عارفين الصينية اينوكس وشوفوا هنايا درت هذي البطول الاشكال ديروا الاشكال اللي تبغنتوما اعتذر فقط المقطع الاول كامل كي بديت نخدم فيهم بلادوي شعلت الفورت داعي هنا طيبتهم انا برك حمرتهم شوية فوق لازم بسك هنا كنت في رمضان ما كتبش عليكم هذا درتهم في العيد الله غالب ده من الوقت وقاع ما قدرتش ندير المونتاج ما قدرتش ننزلهم ما شيخ صارة طرمو هذ الحلوة اللي بتيفو يعني هذو نحبوه نموت عليهم في الأحراس ولا في الأختانة ولا في واحدة كتكون نفسة ديرهم ما شاء الله هنا بعد ما لصقتهم كامل كل واحدة نلصقها مع اختها تقريبا نخرجو لنفس الشكل حتى وإن كانت يعني الديفيرانس صغيرة ولا محدة زايدة شوية على الأخرى نلقاه اختها فاصل ما شوفو تقولوا وزنتهم ما شاء الله سالين في التشكيل سالين في الخدمة ممطيب مش تدوليش بزاف وقت وطبعا هنا راح انا نقمسهم في الشوكولة ذوبت 100 قرام الشوكولة بالحليب ودرت لها شوية حليب وقدرتها في بماغي طبعا في الكسرونة وحطيت البول داخل الماء حطيت طبعا الماء في الكسرونة وحطيت البول وبدأت نخلط حتى ذبت الشوكولة طبعا نبدأ نزين طبعا هنا تزين اختياري تقدروا تخليهم تقدروا تزينوهم وثانيك جتني فكرة كيكملت لي لطبلت على الشوكولة كامل طبعا ما كنتش حبة نزيت الشوكولة ونذوقها كان عندي لوز إفيلي بقعد اللي ماتوا اللي سبقوا درتوا طبعا ركو اللي ما شافش حلويات اللي عزة ربطالة للفيديوهات يشوف كعك النقاش ومقروط المعسل وثانيك بسكوي بالطمر اللي درتوا هاي وثانيك صابلي بأشكال متعددة ومتنوعة قلت لكم لديت لوز إفيلي رحيتو وكانت عندي شوية لكون فيديوه ودرت من الأطرف هاكا شوية كون فيديوه شوز مرحي ولا كاكا ولا اللي عندكم طبعا أنا استعملت اللي قاعد لي من حلويات اللي ولي اللي درتهم كامل معاكم في القناة طبعا اللي راهم تبعيني وهنا غضوة من ذاك ولا مور غضوة ما تفكرتش اللي مهم هنا من نهار العيد في الصباح صراحة كنت جمعتهم ونسيت أني ما قدمتهم مش معاكم طبعا فريمو كنت العشر أيام الأخيرة فريمو اليومين الأخرانين طبعا تع رمضان كنت فريمو عيانة وقررت أني لازم نقطع معاكم قطعة بعفون كنت جمعتهم في بواطة وقع عاودت نحيتهم ورانا نقدمهم هنا معاكم فريمو الذوق خيالي ما تشبعوش منهم وريحتهم تاني كتهبل وغير جربوهم يا البنات ودعيو لي طبعا اللي ما اشتركوش في القناة يشتركو في القناة واللي ماشيين فعلين الجرس شحل من واحدة تقول لي نتمنى يوصل للإشعارات فعلوا الجرس ليسيلكم بقول جديد وما تنسونيش طبعا بجامات وبصحة وفي أمان الله